السؤال الأخير لو تعرض عليك فيلم يجسد شخصية أحد الأنبياء هتعمله ولا؟ ياريت هتعمله؟ ياريت طبعا أحب جدا أعمله وأنا فاكر أننا كنا في زيارة لفضيلة شيخ الأزهر وقلت له أنا عايز أعرف ماذا يمنع التكسيد لأن أنا رأيي أن التكسيد هو الوسيلة الجديدة يعني بعد ما قال الرسول أنا جاي بواحد يمثل الرسول تعمل أنهي نبي كأنه بيقول قال الرسول تحبت جسد شخصية مين في فيلم؟ لا يمكن سيدنا إبراهيم لأنه هو أبو الأنبياء كلهم لكن اللي عايز أقوله أن فكرة أن تكسيد الأنبياء بيدر بشكلهم دي فكرة خاطئة جاية من عدم احترام للوسط السينمائي كله وعدم احترام للوسيلة التعبير الفني لكن أنا رأيي أن مفيدة جدا حتى للدين أنه كانت تتعبر بوسيلة حديثة ولما حصل ده على فكرة اتعمل أفلام كتير عن المسيح عليه السلام وكانت أفلام نجحة جدا وكانت مفيدة للدين المسيحي أكتر بكتير من ضررها يعني أنت مع أنه النبي ممثل يجسده؟ أصلا هو الممثل ده حيقول كأنه بيقول قال الرسول مش هو نفسه النبي يعني الفكرة أن الناس يبقى راوي يعني؟ راوي كأنه راوي أنت عايز تطلع؟ ما هو كأنه راوي وانا لازم لكن مش هنجسد النبي الشخصية عصر التجسيد ما فكرة التجسيد زي مسلسلات محمد رسول الله ما فيه ناس على فكرة في إيران عمله طلعه سيدنا محمد ما حصلش حاجة يعني عايز أقول أنه فكرة التجسيد هي فكرة خطيرة أنا بمثل واحد أنا فيه شخص أنا بصطلح بيني وبين المشاهد أن هذا هو فلان إنما هو مش فلان وأنا عارف أنه مش فلان يعني واحد هيمثل شخصية النبي إبراهيم مثلا مش حد بيقول قال إبراهيم عليه السلام لا لا ما قال إبراهيم دي بنهزم أن فيه حد من داخل اللقاء بتاع شيخ الأزر ده قال لي قال لي افرض الراجل اللي مثل الأنبياء دول بعد كده مثل واحد سكير فقلت له محمود المليجة عمل ده وعمل ده والناس مصدقة هنا ومصدقة هنا ومع ذلك طب إيه رأيكو لو أنه اقترح إن الشخصية اللي تمثل دور الشخصية المقدسة دي أو ما مثلتش تاني اعتزل وده على فكرة عمل الزفاريلي مرة على شخصية المسيح إنه ما مثلش تاني وانه يتعهد بكده وخلاص هو ده بس ينفع قال لي لا طبعا ما ينفع برضو ما ينفع قالوا يبقى إذن أنت ضد الفكرة المخرج الكبير مجدي أحمد علي هل لديك أقوال أخرى؟ لا ما ليش تقايا أنت الحقيقة فجأتيني بحاجات كتيرة وأنا أقوالي الأخرى أن أنا سعيد بوجودي معاك وسعيد بالبرنامج وعايزكم تبقى تدوني نسخة من الحلقة دي أكيد أكيد إحنا كنا أسعد وكنا يعني مستنين اللقاء ده بقالنا شوية مرة تانية كل سنة وانت طيب شكرا جزيلا أشكركم شكرا جزيلا بكرة مصر جديدا إن شاء الله موسيقى